أهلا بكم أشهد غبطة البطريارك ثي أوفلس الثالث بطريارك القدسي وسائر أعمال الأردني وفلسطين بدور جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة في الدفاع عن المقدسات وسعيه الدائم للحفاظ عليها من اعتداءات وأطماع الجماعات المتشددة وأدان غبطته محاولات المجموعات الإسرائيلية المتطرفة استفزاز المسلمين والمسيحيين من خلال الاعتداءات المستمرة والتحريض على الحرم القدسي الشريف لافتا إلى أن الاعتداء على الأقصى يعتبر اعتداء على حرية العبادة التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية والأخلاق الإنسانية